نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول أصدر سعادة السيد ياسر بن إبراهيم أحمدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات التعميم رقم ثلاثة لسنة 2024 بشأن خطة المشتريات ويعد هذا التعميم خطوة ضمن المساعي المستمرة التي ينتهجها المجلس للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال في هذا السياق قال أحمدان أن إصدار هذا التعميم يهدف إلى إطلاع المقاولين والموردين بخطط المناقصات والمزايدات التي ستطرح خلال العام القادم ويسعى التعميم إلى تشجيع مزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة بالمناقصات والمزايدات وذلك تأكيدا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك أساسي في المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التخطيط المسبق للاحتياجات والحصول على الموافقات اللازمة وتوسيع الخيارات المتاحة للجهات المتصرفة في الحصول على عطاءات توافق مع احتياجاتهم وتعزيز التنفسية في الأسعار المطروحة إلى الجانب السرعة في إنجاز المشاريع أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة على الجهود والمبادرات الرائدة التي يقدمها القطاع الخاص في سبيل تعزيز الموقع المتقدم لمملكة البحرين على الصعيد التجاري والاستثماري منوها بالدور الذي توليه الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات جاء ذلك خلال حضور سعادتها الحفلة الذي نظمته الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا لإطلاق متنجر أبل العالمي بمجمع السيف بالمنامة والذي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين شركة إكسترا وشركة أبل العالمية ويعد إضافة جديدة لسوق مملكة البحرين في مجال الأجهزة الذكية اختتمت أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 والذي عقد للسنة الثانية على التوالي في مركز البحرين العالمي للمعارض بنجاح مميز المعرض كان بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الإيكونوميست إمباكت وبدعم من مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل تمكين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية مرسلنا كان هناك وأعد لنا هذا التقرير على مدى يومين متثاليين قدم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في نسخته الثانية وجهات نظر جديدة حول الموضوعات المرتبطة بتكنولوجيا المالية وحظي المنتدى بفرص تبادل وجهات النظر وتجارب حول الاتجاهات الاقتصادية الكلية المتوعة بالتكنولوجيا ودورها في تشكيل المشهد المالي العالمي المؤتمر الأمانة يتكلم عن مواضيع مهمة جدا على مستوى البنوك أو على مستوى التكنولوجيا في كل المواضيع وقاعد يكون الناس خبراء من أماكن مختلفة يناقشون نفس الأشياء بالإضافة نشوف شركات مبرع البحرين وشاركة معانا هذه السنة اللي كل من قاعد يطرح أشياء ومنتجاتهم وشنوه الرول بلانز مالهم في المراحل في السنوات القادمة فأنها تستمع حق الأشياء الموجودة في السوق وتناقشها مع الأخوان في مثل هذا يبعث الكثير من الإلهام وحق التخطيط ويعادة بناء أمورنا وننطور الحلقة الاقتصادية في المملكة وأتاح المنتدى خلال جلساته المتعددة فرصا لتواصل رفيع المستوى بين كبار المسؤوليين التنفيذيين في مجال الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي كما وجمعت الجلسات المنظمة التي عقدت كجزء من سلسلة أجندة التحول صناع التغيير في الصناعة وقادة الفكر نشكر الـ EDB وبحرين فينتك بي على توفير هذه المنصة والمكان الذي نقدر نجتمع فيه مع جميع الجهات المعنية لتوفير اختراب في عملية المشاركات والبارتنرشيبس التي يمكن أن نبنيها في السوق فإشي مهم نكون في مؤتمرات مماثلة نطلع على الشركات الموجودة الفرص الموجودة للتقارب الأفكار والشركات التي يمكن أن نعملها في هذا السوق والله ما شاء الله أشوف النسخة الثانية للمعرض جدا ممتازة في تطور عن النسخة الأولى للسنة اللي فاتت أشوف حتى المشاركة من صوب المشاركين والشركات التي قاعدت ساهم في هذا المعرض صارت الدائرة أوسع نتكلم اليوم أهمية هذا المعرض أن تلقي الضوء على التحديات اللي اليوم عندنا إياها في التكنولوجيا توظيف التكنولوجيا في القطاع المالي اليوم عندنا كثير تحديات لازم نلقي عليها الضوء اليوم إحنا عندنا مسار واتجاه أن كل الشركات وكل البنوك تتحول يكون عندها التحول الرقمي ورسخت مملكة البحرين مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصعيدة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والعملات المشفرة إلى جانب ما تحقق من تقدم في مجال دكاء الاصطناعي وذلك بفضل ما تتميز به المملكة من منظومة تشريعية متقدمة للتكنولوجيا المالية وقوة عاملة ذات جاهزية مستقبلية في ختام النسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية تواصل مملكة البحرين جهودها في إثراء هذا القطاع الواعد لتصبح اليوم مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين وعلى هامش أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 وقعت شركة بينفت مذكرة تفاهم مع شركة كريبتو دوت كوم وذلك للتعاون في تقديم خدمات رقمية مالية إلكترونية مبتكرة للعملاء هذا وتحضى شركة كريبتو بحضور عالمي واسع في مجال الامتثال التنظيمي الأمر الذي سيساهم في تعزيز إمكانية مملكة البحرين لتحقيق رؤيتها نحو تطوير اقتصاد مرين يركز على التحول الرقمي ويدعم الابتكار والتقدم نحن اليوم على هامش هذا المؤتمر الهام من واقع اتفاقية تعاون مع كريبتو دوت كوم مؤخرا مصرف البحرين المركزي أصدر لهم ترخيص كـ Payment Service Provider ونحن سعيدين جدا نكون نحن ممكنين لهالنوع من الشركات وتعاون مع كريبتو رح يصب إن شاء الله في تطوير القطاع المصرفي وقطاع المالي وبالذات فيما يعرف بالكريبتو كرانسيز وهذه فرصة في إنتك فورورد في نسخة الثانية يستقطب الشركات والمتحدثين في مجال تطوير القطاع المالي وأيضا قطاع الـ AI وما يعرف الـ AI وتطبيقاته في القطاع المالي ونحن اليوم في بنفس سعيدين نوقعنا أكثر من اتفاقية الأمان على هامش هذا المؤتمر أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية ونحن صعدا بتوقع هذه الاتفاقية مع شركة بنيفت لتوسيع خدماتنا التشغيلية في البحرين فالبحرين تمثلك البنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمات المدفوعة في البطاقة مسبقة التعبية في موقع الكريبتو والتي تمنح المشاركين في استخدام هذه البطاقة في الدفع التقليدي في جميع أنحاء العالم وبالنسبة لنا مملكة البحرين هي المقر الأنسب في الإقليم ترجمة نانسي قنقر